مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين المتابعين اللاعب 12 والشرقية حلقة جديدة وبالتأكيد ضيف مهم وحديث أهم بعد الفاصل ابقوا هنا نجمع اليوم باللاعب 12 والشرقية واحد من لاعبين الكبار اللي ترك بصمة مهمة لكرة القدم العراقية وقدم مستويات كبيرة وأهداف رائعة رغم كونه مدافع لمنتخباتنا الوطنية ولأنديتنا اليوم حيدر محمود يقود فرق الدور العراقي من على المنطقة الفنية بعد تجارب كبيرة كلاعب بدت تجربتها كمدرب ورأيها من الآراء المهمة حديث طويل اليوم مع نجم كرة القدم العراقية الكابتن القدير حيدر محمود اللي رح يكون ميانا بحديث عن أمور كثيرة بالدور العراقي نادي أربيل والمنتخب الوطني كل هذه المحاورة رح اتحها بحلقة اليوم بعد من تابع أول تقرير اللي زيدي السراج بعد استلامهم للمهمة خلفا لناظم شاكر ما هو وضع فريق أربيل اليوم بقيادة أكرم سلمان وملاكه الفني المساعد وهل سيستمرون بعملهم خلال الموسم القادم أم أن المهمة ستنتهي مع انتهاء الدوري في هذه النسخة ويقف أربيل في المركز العاشر برصيد أربعين نقطة ولم تشهد القلعة الصفراء خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار على المستوى التدريبي بعد تغيير عدة طواقم أما ماديا فوضع النادي لم يعد كسابقه عندما كان يستقطب النجوم بمبالغ طائلة فما هي الحلول والتي يمكن أن تعود بأربيل منافسا قويا على البطولات أم أن طموح الإدارة البقاء في المناطق الدافئة لا أكثر زيدي السراج لله عبثنا عش دعونا أنتم رحب بنجم كرة القدم العراقية الكابتن حيدر محمود كابتن أنا سعيد جدا متشريفك أني اليوم باللاعب 12 والشرقية نجوم بقيمة حيدر محمود بالتأكيد إضافة للقناة وإضافة للبرنامج شكرا على تواجدك وعلى حضورك ويانا اليوم ويعني الحديث خلينا أولا نبدأ بالتأكيد من الحدث الأقرب والأهم أربيل اللي حضرتك اليوم مع الكابتن القدير أكرم سلمان تتولى مهمة تدريبها حضرتك المدرب العام والكابتن أكرم سلمان مدير فني يعني التقييم تجربة أربيل رغم قصر المدة بيها كثير من الأسئلة خلينا نبدأ شوي بالعموميات تجربة أربيل إلى حد الآن بالنسبة لحيدر محمود إضافة أم أخذت من حيدر محمود ومن عمل أشياء ما كان يتوقع مساء الخير عليك أخي فيان وإلى مشاهدين الكرام وسعيد أيضا أنا بتواجدي اليوم نحن أنت يعني نعزل أصدقاء وأقرب الناس إليه بالنسبة لتجربتي مع نادي أربيل بصراحة تجربة أعتبر أنا جيدة بعد تجابة اللي خطتها مع الفرق اللي دربتها كمدرب أو كمساعد أنا كنت كمدرب ودربت كبلال في الموسم الماضي لكن عملت في نادي أربيل هذا الموسم تحت قيادة المدرب أكرم سلمان هو مدربي كلاعب كنتاني وعملت أيضا معاه في نادي إدهوك والجميع يعرف أن أكرم سلمان يمتلك عقلية كبيرة وجيدة وبصراحة عملت معاه في نادي أربيل كون أنا كنت قريب وساكن فيه كردستان كنت أتمنى بأن أدرب فريق أربيل مما يمتلك من أمور وإدارة ومستلزمات وبنية تحتية جيدة ملائمة لأي مدرب قبلت التهديب أيضا قلتك مع أكرم سلمان بعدما كان الفريق في مواقع غير يعني نقول إحنا جيدة وغير ملائمة لفريق أربيل لنسبة إلى التاريخ اللي يمتلك زي قدرنا أن أكرم في هذه الفترة يعني القصرة حسب ما قلت أنت قدرنا أن نعزز الفريق بلاعبين جيدين وليول ما رأي يشاركون قدرنا أن نصحح أخطاء كثيرة كانت موجودة في الفريق وحصلنا على نتائج جيدة رغم الخسارتين الأخيرة اللي خسرناها في بغداد وتعادوا اليوم أمس مع النجاف اللي كنا أقرب لكن مستوى الفريق تشوف المبارات المبارات يتحسن رغم قلت لك الأدوات اللي عندنا ليس بالأدوات اللي نقول إحنا جيدة أو يمتلك كل فريق أو كل مدرب يتمناها طيب أنت اليوم هذه التجربة بهذه الفترة أسست لبقاء حيدر محمود مع أكرم سلمان الموسم الجاي يعني وصلت إلى اتفاق مع دارة أربيل البقاء مع الأصفر الأربيلي والله يعني بقاء مع أكرم أنا حتى لو في أي نادي آخر بصراحة كون قلت لك المدرب أنا عملتها كلاعب وكمدرب ومدرب يعني يطس على حيات الكادر المعاه أربيل متمسك بالكادر بصراحة الموسم الجاي لكن إذا توفرت المادة بصراحة أنت من الصعب أن تكون أو تشكل فريق وتبني فريق أنت ما عندك أي مادة مثل ما مروا في هذا الموسم نسبة لأن كانوا هم في الدرجة الأولى ما كانوا مهيئين بصراحة راحب مثلا يعرفونهم ورح يصعدون الفريق للدورة الممتاز وهذا ما حصل تشوف اللاعبين يعني أدوات بسيطة يحتاج فريق إلى تدعيم بلاعبين جدد لاعبين على مستو عالي لاعبين سوبر لاعبين محترفين أيضا على مستو عالي لكن لم تتوفر إذا لم تتوفر نقول إحنا المادة موعدين الإدارة إن شاء الله على حكومة كونتسان بدعم نادي آلبيل في الموسم المقبل وإذا توفر هذا الشيء سوف نكون مع نادي آلبيل إن شاء الله يعني هذا حلم انتهى لو مؤجل يعني أنت السنة الموسم الموضة أنت مدرب كربلاء الأول الآن رجعت تعمل مساعد الناس يقول لك حضر محمود ما لقى الشغول والطر يرجع يلعب يعمل مساعد صالة دا جيتني أنا فرصة عمل أكيد الواحدي أدرب أكيد لا قلت لك الآن الفرصة في الدورة العراقي صعبة جدا تحصلها لأن أكو اجتهاد والكل يقول إحنا مجتهد نصيب يعني ممكن أنا ما عندي اجتهاد بصراحة إذا شوف أنت الفرص ضحلة جدا يعني جيتني هاي الفرصة كمساعدة رغم يعني إدارة أربيل أيضا متمسك بي وكانت مقررة تسميتي الفريق أكثر من موسمين بصراحة لكن قلت لك كلمة واجتهادة إذا ما حصلت فرصة أنا كمدرب أول أبقى مع الكابتن أكرم وفقط أعمل مع الكابتن أكرم مع احترامي لكل مدربين لأن مدرب تاريخه عريق مدرب قلت لك أشرف علي كلاعبان وأيضا كبير يعني بس ويا كرم سلمان رح تشتغل مساعد ويا غيره لا 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 طبعا لا هذا هذا يعني قرار قاطع ونت تحس أنه رح تستفاد من تواجدك مع أكرم أكيد خبرة يستفاد من كل مدرب واللي حتى الآن نشوفها إحنا الكابتن أكرم يعني نقول إحنا اعتبرها نابغة بالتدريب خصوصا اللي اللي عملوا يا أمال ما عمل أكيد يسمع على كابتن أكرم بس من يجي يعمل حتى كلاعبين اللي أنا شوفوا ذات السلام يقولك ماذا عمل كابتن أكرم ففائدة وأنا يقولك تجربة مفيدة بالنسبة لي اليوم اليوم نادي أربيل عملكم على إنهاء الموسم بصورة طيبة لو تريدون تأسسون لحال جديد للموسم الجاي أكيد يعني قعدوا يعني الإدارة وبصراحة يعني أكثر مرة يعني جلسنا نحن منسبة للموسم القادم هناك دعم يعني ما عديهم الحكومة على دعم نادي أربيل لكن لحد الآن ما كوا باليد يعني نقول مستمسك أو فيشيق ويعيد بينهما هناك دعم لألة تشكل الحكومة إذا توفر الدعم أكيد راح يقدرون يعني يفكرون نادي أربيل على المنافسة على الدورة وفقط ليس الحفاظ يعني تدري لهم أصحاب يمكن ثلاث مواسم إلى أربع مواسم أيضا الثاني على آسي يمكن ثلاث مواسم أكيد يريدون هذا التاريخ وعدونا وانطونا وعد إن شاء الله وقلت لك يعني إذا توفر هذا الدعم إحنا راح نكون موجودين مع نادي أربيل واستقطاب لعبين جيدين على مستوى عالي طيب كابتن خلينا خلينا نروح للموضوع يعني مهم آخر نحكي به عليه تقرير لزيد السرات سوالنا يا وهذا الموضوع جدا مهم ونستغل أو نغتنم فرصة تواجد الكابتن القدير حيدر محمود هو إيانا ونحكي به خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم لا زال وضع الكرة العراقية مربكا ولم يشهد استقرارا كرويجا فشبهة التزوير تلاحق لاعبي المنتخبات الوطنية واستحيرة من قبل كاتنيتش والذي لا يعرف ماذا سيعمل في حال غيابهم عن الفريق أمر قد يتسبب برحيله إن استمر فعلا أما الغياب عمدا من دون مبررات فرفق رحلة المنتخب الأخيرة إلى تونس لاعبون لم يأتوا من دون وجود أعذار قاهرة فهل هكذا أصبح حل المنتخب الوطني والذي هو حلم لكل لاعب فكيف ينظر نجمنا حيدر محمود لوضع المنتخب الوطني اليوم وما هو الفرق بين جيله الذي مثل المنتخبات وبين جيل الحالية زيد السراج لللاعب 12 كابتن حيدر نرجع لحضرتك سمعنا التقرير يعني بصراحة ومو جديدة أول ما نذكر اسم حيدر محمود يقولون حيدر أبو الغيرة حالة حالة هواهم اللاعبي جيلكم جيل التسعينات وبداية الألفينات دعنا نسألك سؤال مباشر كابتن اللاعب العراقي الآن أقل غيرة على منتخب بلده من اللاعب العراقي السابق من ضمنهم جيلكم أنت؟ أخ بيان يعني أصح لك عفوا يعني هي مو أقل غيرة وإنما عديم الثقافة نقول إحنا أغلب هذا الجيل عديم الثقافة هي ثقافة كيف تحفظ على المستوى ثقافة الاحترام تقدير العالم البلد أو النادي يقول تلعبه شو نتحافظ على مستواك ثقافة احترام المقابلك الجماهير الفريق منافسي كلها إحنا بعيدين عنها كل البعود وديشوف الآن اللاعبنا إحنا ما عنده مستوى ثابت وحتى فريق الفرق الدوري نقول إحنا ما عنده مستوى ثابت مستوى متباين بين مباراة إلى مباراة وما عندنا فريق الأخ ولا فريق الضعيف كذاك نشوف بتنوعية اللاعبين في المتخلوطن أو في الاندي يشوف في هذا الموسم قمة وفي الموسم الثاني أو في المرحلة أولا قمة في المرحلة الثانية يكتلك هي هي نتيجة الثقافة اللاعب إحنا من كنا قبل في السابق تربينا على يد مدربين عباقرة لا نقول إحنا نقلنا لوعب لا أكو مدربين علمونه والمدرب أخفيان هو مربي مربي رياضيا نشون الثقاف اللاعب وتربي تربية رياضية هذا يعني اللي أخص هذا بكلامي بصراحة طيب نذكر الرائع الكبير الكابتن القدير عمر جميل أنت تحكي على المدربين المربيين وأجبالي لازم نذكره أولله نوجي للتحية يعني ما نسى احنا كابتن اكرم والكابتن عمي عبدالله والكابتن عامر جميل واعدنان حمد وعمو بابا وعادل يوسف والكيد كله من دربنا احنا ودربني خصوصا السفادية واخذ التجاوبي ليش لحد الان يقول لك حيدر كابتن حيدر عمود قيادة حيدر مدارب جيد اكيد اخذ كسبت المداربين اللي علمونا احنا ليش قبل اللاعب ما كان يعتذر عن تدريب المنتخب كان يخاف من رئاسة الاتحاد من شخص رئيس الاتحاد يخاف من النظام من السطوة مع القبل كان ما يعتذر من المنتخب الوطني لو كان هو فعلا ابو غيره ويعرف قيمة الادريس ويعرف قيمة الشعار مع البلد اللي لابسه والعلم اللي لابسه يعني هاني رتحت ياكب هذا الموضوع كابتن ممكن انت من افضل الناس اللي ترد عليه مباراة تونس الاخيرة ست لاعبين ما قبل ويجون يلعبون المنتخب الوطني استاد بيان اياكو شاين بلا استاد اخي بيان اخوه عزيزي اولا هي اكو نظام بوقته موجود واكو قوة زين يعني ما يقدر اللاعب يخالف بصراحة اكو عقوبة اكو ردع اليه يعني كل لاعب مخالف الا عقوبة لا فاللاعب يتجنب من هذا الشي وتيجر كان هو نقول احنا المنفه الوحيد للرياضين احنا تيجر كان بلد محاصر فشنا نتمنى احنا نطلع ونسافر وكذا تمام كذلك اكو وطنية واكو ولا واكو روحية بصراحة انا كلاعب كنت افكر او قل انا خلي افرح ناسي وفرح عائلتي ايضا ما فكر المادة سبحان الله بعدين شوف من فكرة باهلي وبناسي وبجمهوري حصلت ما اريده من عقود من احتراف من السمعة من تاريخ الان لاعبنا يختلف بصراحة يعني اكو هواي كثير هسا يشوف نحن مباراة الجوية والزولات صار عمال شغل بين اللاعبين هتافات ضرب المفروض على الاتحاد العراقي يجب ان يعاقب بعض اللاعبين حتى يكون ردع لبقية اللاعبين ايضا للجماهير نشوف احنا من الرابطين اكو هناك هتافات غير مقبولة بصراحة تمام يجب معاقبتهم لو اكون هناك قرادة علهم ما اعتقدها تتكرار حتى اللاعب 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 اللي يحضر على المنتقب بعده على اقل سنة واحنا الان نشوف نادي ايربيل وايضا في نادي كربلا الموسم والدربتها هناك لاعبين ايضا غير متزيمين في النادي عاقبتهم وبعدتهم بصراحة حتى يكون ايضا هذا يلتزم ويحس يعني باشر عقبرة حيقول هذا بالعكس هذا ساعدني كابتن حيدر او الكابتن اكرم لان اشيخ مخطب هاي تصرفاتي بس اكو تجارب كابتن بس اكو تجارب يعني اكو لاعبين رفضوا يلعبوا المنتخب ولما يجي الاستحقاق اللي بعده يستدعى هذا اللاعب للمنتخب اليوم عقلية كتانتش بالتعامل مع اللاعب العراقي على انه هو لاعب محترف على اعلى مستوى يحافظ على نفسه اثناء فترة الراحة الايجابية وفترة الراحة السلبية يعرفش تنظم جدوى الحياة اثناء المنافسة واثناء الراحة كتانتش يتعامل مع اللاعب العراقي بهذه الطريقة لكن احنا دعنا نشوف اكو لاعب عراقي البعض من اللاعب العراقيين دعي يستغلون هذه الحالة وبالتالي المنتخب الوطن العراقي اصبح منتخب ااسف على الكلمة قين تقلت ومثل قبل يعني الاسف اخي بيان احنا عدنا هنا مع الاسف مصالح عدنا ومحاصصة نقول للاسف يعني انت اللاعب هذا لو كان ما عنده علاقة باحد اعضاء او احد المقربين للمتخب الوطني او كان هناك فدرات او قرارات صالمة باتجاه اللاعب هل ما معقوله يعني لاعب متخب يستدعى ما يروح لهذه المباراة ما يحضر ثم يحضر من المستحيل يعني طبعا هاي طامة كبرى انا يقول لك بصراحة الاتحاد او المدرب ايضا انا لاعب هذا دعم يثل الوطن وانت فرصة لاعب المتخب ديتمثل يا اخي انا 35 نسمة ديتمثلهم وانت من الافضل نقول احنا اللاعبين موجودين بين 35 مليون نسمة ديتمثلهم المعقولة انا ارفض هذا النداء لتلبية المباراة في تونس او في اي بلد اخر او حتى في العراق فاني بالوجهة ناظرة يجب ان يكون هناك قرارات على هؤلاء اللاعبين والعراق بمنبع او منجم نقول من اللاعبين والفريق ما غيره على لاعب اخر المنتخب اليوم الوصول الى اسهل من قبل مو كاف compra نعم المنتخب اليوم الوصول الى المنتخب الوطني بالنسبة لللاعبين اسهل من قبل فرصة سهلة من البيت ليه للمنتخب بصراحة اغلب اللاعبين نرى النسبة ليه شأن نقول قليل الثقافه لان اغلب اللاعبين اللاacas يلعبون بالمنتخب او حتى في الانديام اجاء متاخرين للكرة القدم او للانديام وليس من الاشبار من البراعم والاشبار والناشر line ما كنا نحن نعمل في السابق أغلبهم أجا وقتلك من الفرق الشعبية للدرجة ولو ثم ولل منتخب في هاي الثقافة ينقصها فيجب أن هذا اللاعب حاسب وعاقب حتى يعرفوا وش دي يسوي وش دي يعمل قادر قادر الالتحاد قادر إدارة المنتخب المدرب قادرين على أنه فعلا يكونون بهذه القوة ويواجهون اللاعب المسيء الهارب من المنتخب الوطني وما يخافون من عنده لأن هذا اللاعب وراء جيوش على الفيسبوك على السوشال ميديا يمكن راح تفلش الاتحاد أو تفلش رئيس الاتحاد إذا ما اتخذ عقوبه بحق لاعب ما مثل منتخبه أو هرب من تمثيل المنتخب والله قادر على كل شيء والاتحاد لو تكاتفت الأعضاء كلهم متكاتفوا بصراحة ورأي يعني رأي الواحد بصراحة يقدرون يأخذون أي قرار لكن قلت لك كل واحد إلا رأيه كل واحد يقول ممكن يصير هاني البطل أو أنا صاحب قرار لو تتكاتف النهاية المصلحة المصلحة العامة أنا من يصير خلال بالمتخب أو بلاعب محترم كل راح تيجي لقاويل والناس تحش يتكلم على الاتحاد الاتحاد هو يقول هاي المنظومة الكروية نقول نحن فيجب على الاتحاد العراقي الجميع يعني يأخذ قرارات صارمة باتجاه أي خطأ سوى في النادي سوى بين الجمهور وأيضا في المنتخب الوطني وحتى المدربين لأن إحنا الآن لازم نستغل نستضيف تصفيات كاسي العالم على ملاعبنا نستضيف بطولة غرب آسيا يجب أن نطلع بالصورة بشكل الأمثل وأرجو أيضا أن من الإعلام لا كل مشكلة أن يقاببها ويكبرها لأن إحنا الآن كلها تترصد العالم ما تتمنح أن يلعبون على أراضنا فيجب على الإعلام أن ينقلوا الصورة الحسنة الصورة الجميلة المظهر الجميل وليس كل شائكة وين مشكلة الإعلام اليوم كابتن وحتى الإعلام ده أشوف يأجيج حتى في التواصل الاجتماعي أكو مشاكل صغيرة يجيجها ويكبرها يا أخي أتمنى أن الشيء الإيجابي أن أنقله يظهر على الشاشة أما الشيء السلبي ما أنقلع على الشاشات يا أخي فيان بينما في داخلنا لا أنا أجيج حاسب أجيج أحشي لكن خارجين يا أخي العالم ده شاهدنا أنا هاي اللي أريد أنقله بصراحة هذه الصورة ما احترامي لجميع العلامين اليوم المنتخب الوطني كابتن بعدنا يعني بقضية المنتخب قريب من استحقاق بطولة غرباسيا بتعرف البطولة التسع فرق في كربلا وفي أربيل وكتنش قال أنه هاي البطولة هي الإعداد لتصفيات كأس العالم اللي رح تبدي بداية شهر تسعة شهر أيلول المقبل إن شاء الله سبتمبر وبالتالي أنت اليوم تشوف وضعية المنتخب مع لاعبي الدوري منهيج دوري متعب مرهق مع لاعبين المحترفين مع بطولة غرباسيا شون تقرأ الصورة مع كتنش وفكر كتنش وعقلية كتنش للمرحلة الجائلة للمنتخب الوطني كابتن أخي فياني ليس فقط كابتنش وكل مدرب الله يعينه قلت لك من يجي يدرب المنتخب الوطني نسبة للظروف المربهة هل معقول أننا في الشهر السابع سندخل والدوري شيء غالب صراحة وخصنا ظروفنا وأجوانه غير ملائمة لأي بشر الآن يتجول في الشهر من يال هاليوم الجو طيب ولا حارة أصلا هالحارة هاي صار موانيش بدك المدرب الآن سافرنا للمحافظات وعدنا بعد ثلاثة أيام ونروح للبصرة على أجوال الحارة فمن صعبة اللاعب الآن يجي يقدم مستوى أو يعد بشكل نقول أمثل نحن كنت دوري قلت لك للسابع نهاية السابع إذا مو بالثامن نحن نقول ما نعرف إذا كصار أكو تأجيلات صعب هذا اللاعب كيف المدربين راح يجي يستقبل اللاعبين كيف يصير هناك المرحلة الاستشفاء بالنسبة لللاعبين هالمدة كافية وانت راح تدخل تقول بطولة غير في آسيا بأنها يعتبرها إعداد أنا لا من المعيب يقول مدرب إعداد حتى في أمم آسيا قال هي إعداد للتصفيد كس العالم لا ليش ما نكون نحن منافس نحن في معافيرا رغم هي الصاح نقول نحن نقول فولس رباني بعض الناس نقول نحن في أمم آسيا من غرب آسيا كنا مستوغير جيد في عمان بدون إعداد بدون معاكة سافرنا المماسية واخدناها هذا اللاعب العراقي فأيضا المدرب كان يعترف ويكون شجاع يقول لا أخذ البطولة لأن هذه البطولة هي مصغرة وبطولة نقول نحن ضعيفة سبق نحن أخذناها 2003 وليحدنا نحن نشارك من كل البطولات ولم نحصل على لقب البطولة أتمنى أن يفكر بهذه البطولة أيضا وخلي تكون إعداد بلتأس أن يفكر بأن يكون بطل هذه البطولة في أرضك أنت والمتخبات داخلك وداخل بلدك ومتاقذة هذه صعبة أيضا بالنسبة إذا يقول هو إعداد تصريات كس العالم تشوف كاتنج بعد هذه الشهور مع المنتخب الوطني يعني كاتنج شهر 9 يكمل سنة يعني اليوم نحن نحكي على تجربة عشرة الشهور لكاتنج مع المنتخب العراقي أكثر أو أقل بشوية تشوف كاتنج فعلا هو يعني مع استقرار الاتحاد العراقي على التعاقد معه أو تجديد التعاقد مع كاتنج تشوف كاتنج هو اليوم أصبح ملم قريب قادر على أنه يقدم تصريات كاس العالم كابتر حيدر والله أنا ما أعرف أجامل أخي فيان لحد الآن ما شفت البصمة الجيدة لأن قلت لك المنتخب مستخر على مستوى إذا ما شفنا في بطولة غرب آسيا إحنا مستوى المنتخب وكذلك نوعية اللاعبين أنت من الصعب وأنت منتخب في كل مباراة تشكيل أو تغيير تلاعبين أن تجي تعدى لتصويت كاس العالم نشوف كل المنتخبات العربية دام المعروفين يعني إحنا مباراة قطر لآخر اللعب نعرف اللعبين ما رح يلعبون أما في منتخبنا ما نعرف إحنا في كل مباراة إحنا تشكيل إذا ما استقر هذا المدرب على تشكيل معين وتشكيل ثابت ولا يخضع لأي سلطة ولأي جهة بتغيير اللاعب واستبدال اللاعب قناعة هو كمدرب لأنه محترف يعمل باحترافية وأتمنى من الاتحاد ومن كل العلاميين وكل الجهات مساعدة بكادر تدريبي في تهية متخب العراق لتصويت كاس العالم قلت لك غرب آسيا رح تكون محطة حتى نشوف إحنا المتخب أين وصل المدرب هل استراتيجية أو فكرة زرعب باللاعبين هل استخطبوا هل هضموا اللاعبين هنا رح يبين عمل المدرب كاتانيج يعني غرب آسيا هي رح تكون يعني برأيك تكون هي المحك الحقيقي كابتن بس هو لعب بطولة رباعية بالسعودية لعب مع الأرجنتين لعب مع السعودية لعب ودية مع تونس كل هذه ما خلتك تكون فكرة على أنه كاتانيج قادر أو غير قادر إلا هاي بطولة غرب آسيا بشهر ثمانية لأن بطولة بيها مباريات هواية وبهيها تجمع طويل كبير يعني بصراحة ما مقتلك أنا شفت المستوى متذدب في البطولة الرباعية في سعودية وفي أمم آسيا وكذلك وراء تونس ما نقدر نحكم علينا هناك كثير من اللاعبين ما كانوا حاضرين ومع المنتخب قلت لك غرب آسيا هي رح تبين المدرب هل فعلا زرع الستراتيجية وفكرة هو وتكتيك الخاص مع اللاعبين هضموا اللاعبين رح يبين رغم هي قلت لك البطولة ليس من البطولة البطولات نقول الكبرى لكن أكو منتخبات رح تيجي تلعب أنت ضاهي مستوانة رح يبين هنا فكر كاتنش لدى اللاعبين حتى أقول لك مثلا قادر رح يقود المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم أو تجديد عقدة من تسبب الاتحاد العراق برأيك كابتن الفترة الجاية نحتاج بيها لللاعب المحترف لو نحتاج بيها لللاعب المحلي يعني كاتنش اليوم مع معطيات الدوري اللي حضرتك تحكيت عليها معطيات صعبة اللاعب مرحق جدا بدنيا عضلتها ما تستحمل كاره كرة القدم بكل صراحة نحكيها بعد ما لعب بالحر ولعب بالبرد ولعب بالحر مرة ثانية ولعب استهلك اليوم المرحلة جاية تتطلب من كاتنش يروح لللاعب اللي يلعب بره المغترب هو لاعب عراقي خلو نقول عليه محترف لو يروح لللاعب المحلي اللي قريب على مستوى وثقافة لاعب بالمنتخب أخو بيون احنا داريد نقولك مصلحة عامة مصلحة يتمثل جميع رياضين وجميع الشعب العراقي وكل من يوجد في الشعب في العراق الآن أنت حتشيت كل من كل شيء طيبة وهي صحيحة بين اللاعب العراقي الآن هو منهكي يا أخي نتيجة الحرارة وطول الدوري والتجارب وأيضا والسفر من محافظة لمحافظة هاي كلها ما أعتقد راح تتطفد شيء إيجابي نسبة المدرب وإنما عندنا لعبين مواهب عندنا لعبين جيدين على المستوى نقول الأوروبي محترفين أو نقول مقتربين أتمنى أن يستغطب بعض اللاعبين لأننا الآن في دولنا ما عندنا ذاك اللاعب الموهوب يمكن واحد أو اثنين يا ساذيات هذا ما ينقص المتخب العراقي يعني في الوسط ما عندنا لعب موهود صاحب اللمسة أو صاحب الباصل بيني أو نقول اللي يوزع كرات للمهاجمين سواء نقول للاعب بشار وممكن صفاء هذه صفاء هذه لاعب ارتكاز حسين علي لكن أيضا حسين علي ما ظهره بمستوى الآن في الدور القاطر أتمنى أن يرجع المستوى مثل ما كان عندنا لاعبين الآن نقول لدي يلعبون في دوريات الأوروبية أكيد دوري الأوروبي أفضل من دوري العراق وأفضل من دوري العربي وأيضا دوري الأوروب الأسيوي بصراحة ثقافات جيدة مداربين على مستوى عالي فنحتاج لشي لاعبين بصراحة خاصة إذا أكون ركائز نقول لعمو دفاقي مهاجم ولاعب وسط ولاعب لاعب وسط في الدفاع أيضا أتمنى يكون هناك على أقل 3-4 لاعبين من أولا اللاعبين نقول نحن المختاربين اللي يحترفون في دوري الأوروبي نحتاج لشي أدوات لشي لاعبين حتى هذا اللاعب المحلي رغم هو متعوب يستفاد من تقاوة هذا اللاعب الصراحة يعني برأيك المرحلة الجاية على كتنش أنه يركز على لاعبين المحترفين لأن هم ويالرزنام العالمية ويالتقويم العالمي مال كرة القدم وبالتالي هم جاهزين لما يجي شهر 8 هو ماخد إجازة طويلة مرتاح راحة إيجابية راحة سلبية وبعدين راحة إيجابية وبعدين داخل قبل الاستشفاء وبعدين داخل إعداد منتخة بوطنية أحسن من اللاعب العراقي اللي يعني يعني حتى العضلة ما تداخت يتحتار تقعد تنام تتمرن يعني الجهد العضلي لللاعب العراقي بالدوري المحلي يعني مبعثر فوضوي ماكو ماكو أي عمل علمي بيها مو فقط هذا يعني ليش قلت لك يا صاح وما على قولوا الرزنام العالمية من تهي الدوري ومن زمان أيضا ثقافة نحتاج أيضا يعرف اللاعب المحلي بين هناك كل لعبين منافسين أو كل لعبين أفضل من عندك يستحقون ارتداء الفاني له أنت لاعبنا رغم هاي الأجواء قلت لك التعب والجهد صحي الله يعنه لكن أيضا اللاعب لا يحفظ على نفسه أخي فيان مثل ما داش بنادي وبقية الأندية لاعبين دا يلعب مباراة في مستوى عالي ودعي بالجهد يا أخي ودرجة حرارة توصل فوق الخمسين خمسة وخمسين أو ثماني واربعين وشوفه مايروح يروح نفسه يروح مسباح لا يشوف السهران قاعد بكافتريات أراقيل أو جلسة مع الأصدقاء للفجر بصراحة كلها تستهلك من عمره من طاقته وأنا يتكلم حتى بلاعبين في نادي يا أربيل يا أخي السهر يدمر هذا من طاقتك من عمرك يا أخي أنتوا ما تشتت سهرون والله ما نستر به إحنا ما تشاني شي دورين يا أخي وأسهر أكل لاعب أكو طاقة لاعب عندها طاقة أنا كنتم محترفين ماليزيا ما نام للفجر يا أخي فيان بس من أجي أنا أنطي حق أجي أدرب في قطر كنت أنا ندرب إحنا أجواء تدري أنتوا رطوبة أدرب أنا سابعة مساء ثق بالله صبح رح أدرب أنا على الكورنيش ألاقي من قابل يا راضي شنيش كابتن هم يدرب بدون علم النادي أنا أريد طاقة إلي النفسي صح أسهر بس أجي عوض أجي أدرب أنا اللاعب إذا ما أدرب زين وأنت الآن صعب تطل اللاعب تدريب جهد في هذه درجات الحراب صراحة قبل شهرين صراحة أو لحد الآن لكن يجب اللاعب يحفظ عن نفسه ينام مبكرا يا أخي غذائك زين هاي كلها انت تأثر إحنا ما شنا نجهد أطلع أسهر أنا لا تمرين مكتفي بي ما عدا نشنا ندرب درجات حرائق عالية في تموز وفي آب ما شنا ندرب إحنا إلا ما ندر ما أعتقد في اليوم اشتركنا في في آب أو في تموز إلا ما ندر يعني فهي دعا وصلكي المعلومة طيب أكو أمر مهم كابتر نحكي به وحقيقة أجناه من البارحة لليوم اللي صار مباراة الزوراء والجوية إذا اسمحنا الأخ الزمين المخرج وسيم هاي الصور إحنا ما رضينا البارحة نحكي بهذا الموضوع بناء على طلب من أحد أعضاء لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ما رح أقول اسمه والله العظيم كابتر حيدر يسمعني هذا العضو بلجنة الانضباط بارحة كان عندي تواصل ويها قال لي فيان أريدك اليوم لجنة الانضباط تدمرهم تحكي عليهم تقسي عليهم تأذيهم لأن إحنا مو حاسمين ومو أقوية نعاقب بأغلظ العقوبات ونشدد العقوبة وتدخل الواسطة وتدخل العلاقات وتدخل التليفونات وتنشال العقوبة على الجمهور وتنشال العقوبة على الروابط المشجعين وتنشال العقوبة على اللاعبين اللي صار بلعبة الزوراء والجوية معيب عيب عيب على الجمهور عيب عيب اللي صار هذه تعكي الصورة أنه إحنا العراقيين ناس آسف على الكلمة همج هاي الصورة مالطابوقة بس إذا عيد لي يا سيد المخرج بايش تمن ضرب الإحجارة شوف السؤال 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 المشجع شون دخل الثلاثية والطابوغا وياه هو الملعب كله متفلش تضرب أي ضربة توقع لك ألف طابوغا يشلخ خلا خلاها بجيبة زيان هذا الفرد الأمن شون يفتش خمسين ألف لو ثلاثين ألف جايين من من الملعب طابين ثلاثين أربعين واحد حتى الطابوغا نزل تكرمون للمرافق الصحيح ضرب الطابوغا وضرب الشتايق رايسة والطابوغا خلاها بجيبة بالاستراحة قبل المباراة ودخل دخلها وياه قبل الفتشوه خمسين ألف لكن العيب وعلامة استفهام علي ضربها اللي ما فكر لحظة واحدة أنه هذه الصورة تسيء للعراقيين كلهم كجمهور وكلاعبين وكمباراة وكاتحاد كرة قدم اليوم لجت الانضباط النايمة لازم يتخذوا قرارات الآن الاستاذ المعني بلجنة الانضباط قال أجل الحديث عنها إلى باتشر لأن باتشر نحن نأخذ عقوبات صارمة بحق اللي صار أنا ما قدر أطلعه إياك لأن ما عندنا شيء وإلى حد الآن تقرير مشرف المباراة ما عندي وتقرير مشرف الحكام ما عندي وبالتالي ما أقدر أحكم على اللي صار رغم ما نشوفنا بعيوننا واليوم ثلاثاء وانتهى الدوام ولجت الانضباط وموجودة فيا لجت الانضباط مرة وحدة بحياتكم صيروا أسباع وصيروا أقوياء وكونوا شجعان واتخذوا قرارات قوية وحاسمة وبقوها منعتم مشجعين يحضروا خمس مباريات وراء لعبة لقيتهم موجودين لقيتهم موجودين لاعبين تعاقبوا واشتغلت التليفونات عليهم وانشارت العقوبات جمهور ألا جمهور عندنا صورة سيد وسيم لون عيب أنطلعها ما للمشجع اللي شايل أجلكم الله الحذاء بوجه اللاعبين عيب لا خلص منطلعها شافوها الناس كلها ما كداعي اليوم مشجع يشيل تكرمون حذاء أحمر يشيله على الجمهور ويطلع من الملعب عادي كابتن حيدر خلي يشترك بهذا الحديث يعني داحس عندك شي تريد تقوله واحد من الجمهور منهم ما يكون خلي يزعل عليه يشيل تكرم أجلكم الله حذاءة على الجمهور ويطلع بالكاميرا والناس كلها تشوفها ويطلع رايح على رجلية مشي يعني ما صايره كابتن غبيان يعني اللحظات هي مؤسفة وحزينة بصراحة في مباراة الزورة والجوية الكل احنا شاهدناه حتى كان لاعبين معي في نادي أربيل احنا قبلين بيوم جالسين ونشوف هاي الأحداث اللي صارت شي مخجل يعني هذا الحضور الجماهري والملعب ممتلئ للآخر بصراحة وتحدثي تشحالات حتى بين اللاعبين صارت وبين الإداريين وبين أعضاء الرابطة بصراحة يعني يجب هناك تكون قرارة نعيدها مرة ثانية في لجنة الانضباط وفي الاتحدة لكن قلت لك المحسوبيات والعلاقات والمحاصصة تمنح هذا الشي بصراحة عدم القوة كابتن والله العظيم تحمل هاي الكلمة آني والله العظيم مسبع 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 لجنة الانضباط عاقبة قاعدة بالبيت ما يرجع يلعب ما يرجع يشجع ما يصير أخي فيان نعم تقبل الله علاقات وكم محسوبيات وتقدير هذا أخوي وهذا صاحبي وهذا فلان والمدى عاقبة هل معقولة آني هي أنت لو شوفوا الحالة ما احترامي لجميع أنا أتكلم صراحة وخلي كل من يتكلم خلي يتكلم باتجاهي يعني من شهادة أنا شفت النرفزة بين اللاعبين صارت بين سعد ناطق وأكثر من اللاعب محمد عبد الزهرة كان عبد الزهرة وبقيت اللاعب النارفزة بيناتهم لكن أنت من تيجي واحد يغيض الجمهور كل ساعة يسوي حالة من نسبة لإبراهيم بايش لاعب على تزبيه لاعب يمتلك مواصفة جيد لكن إذا إذا ضل على هذه التصرفات ما تقدر رح يصل إلى مبتغاء ما رح يصل إلى منتخب الوطني تصرفات غير مقبولة أرجو أن ينتبه لهذه ملاحظات وأني قريت حتى أيضا بعض الإخوان الإعلامين وجه لهذه النصيحة يا إبراهيم بايش أنت اللي غضت جمهور الزهرة ورغم أنت كنت لعب مع الزهرة أيضا يا محمد عبد الزهرة أنت اللي غضت جمهور جوية وكنت لعب مع الجوية يا أخي أنت جيت مثل هذا الفريق العريق ما من معقول أن يجي يوم يجي أن نرفز الجمهور أو أفوز أفرح على جروح أو جراح نقول هذه الجماهر بالعكس أفرح بما يليق يا أخي نفس شيء لللاعبين فلو كانت هناك قرارات بحرمان أو معاقبة مثلا إبراهيم بايش أيضا ليش إبراهيم بايش نظره من الجمهور له هو تصرفاته أيضا نقول إحنا رئيس الرابط الأخ أمير مع كرام أنت ما ديتمثل نفسك ولا ديتمثل فقط لعني الزهرة لا ديتمثل أنت الأمة الزهرة وديتمثل أيضا جماهير الأندي والله العظيم كان تندي يمثل الشاب العراقي فمن المعيب أنت ترفع حذاك مهما تكلم أنت ضل أنت تدقود يا أخي هاي الأم الزوراية وديتقود جماهير العراق باشر عقبة تدقود تكون أحد رابطة المنتخبات العراقية من المعيب أنت ترفع حذاك يا أخي أيضا شفنا بعض الأخوان يروح يوجه وهي الجمهور الجوة يا أخي ما مقبولة والله عيب يا أخي عيب بالله العظيم إحنا بيناتنا الناس يستمتع الشخصيات كلها كانت تحضر في مباراة نحن القمة وأنت كنت تحضر أخي فيها من شخصيات الضباط من دكاتر من فلاسفة من علماء يحضرون من ممثلين يا أخي المباراة نحن كانت متعة يا أخي خصصا يا أخي هذه المباراة القمة نقول بين الزهراء والجوية والشرطة والطالما احترام بلقيت الأندي من المعيب إحنا في هذه المباراة أحداث شغب صارت غلط والشتم مدرب مساعد كابتن اليوم أنا ألوم أخوي وصديقي علي عبدالجبار كابتن علي عبدالجبار أنت مدرب مساعد أنت شغلك داخل المستطيل الأخضر ليش قبل المباراة هالتصرفات وهالإثارة وهال يعني تأجيج الجماهير تجي وندوس الزهراء وتخلي هذا الشحن اللي ما إلى داعي أشو ثنيناتكم أنتوا ما ما أخذين دوري صح الجوية والزوراء بطولة بحد ذاتها لا كثيناتكم ما ما أخذين دوري ما أكون منافسة بيناتكم فرق تسع نقاط وصفة صار فرق أكثر يعني تجي إحنا ندوسهم ونغلبهم هذا حب الظهور هذا حب التواجد على السوشال ميديا حتى يقولون فلان قال شغلة وفلان قال شغلة كابتن صار معيب بقلة ثقافة بقلة تربية هذا ما أقوله يا أخي فيان أنا ليش أقول لك الثقافة أنا حتى أظهر أنا أبو غيره على نادي أنا أبو غيره على بلدي أنا أبو غيره على فلان مدينة يا أخي هاي كافية بالسوشال ميديا أنا بين نفسه اللي عنده غيره خلي خلي تقف نفسه يا أخي اللي عنده غيره خلي طلعها بالملعب اللي عنده غيره خليش تعمل بالملعب هذا إنجازي ناس اللي حتش على مني يقول لك رحم الله والدي هساني أترحم للمدربين الساقين هيتش علمون وهيتش يدربوني ويدلي لآن هس الكل سواء علي جبار أمير أبو بورير من يمكن كله إبراهيم لأي مشجع الآن كاميرات موجودة في كل مكان يا أخي من غير كاميرات الإعلام والتلفاز يا أخي كاميرات اللاعبين أو كاميرات العفو الجماهر الموجودة مصاور أنت بأي لحظة يعني علي جبار ما كان يعرف أكو أحد مصاور أو يتكلم هذا يا كرام أعتقده كان هناك يعرف أكو كاميرا أو أحد يصور ما يتكلم هذا يا كلام علي جبار فلنوعين أنت علي جبار مثالك منتخبات مثالك قوات جوية يعني ما تتعصب أنت ولا تتنرفس ممكن اللاعب يتنرفس المشجعي بس أنت كالآن كمدرب يا أخي لا زحمة عليك أيضا كابتن كبار من العمر يعني كبار أصحاب تجربة لاعبي منتخبات وطنية لاعبي عندي عمر سنين يلعبون تجي أنت ما يعني ما يحسب حساب الكلمة ولا يحسب حساب التصرف ولا يحسب حساب ردود الأفعال على شنو مباراة كرة قدم غلب الزوراء أو غلبة الجوية شنو المشكلة هاي انتهت مباراة هاي العالم فرق تلعب كل فريق ذاب له مليار ومليار وشوية يخسر واحد يطلع يسلم على الله احنا وين من هذه الأمور أرجع وأقول مرة ثانية يا لجنة الانضباط ما أريد أقول غير كلمة لكن أقول الغير شجاعة هالمرة كونوا شجعان واتخذوا قرارات باقية والله كابتن حيدر والله واحد من أعضاء اللجنة قال أريدك إيش قد ما بيك تقسي علينا قال لي احنا مو شجعان قال لي احنا مو شجعان لأن نتخذ قرارات ونتعرض الضغوط ونشيل هذه القرارات كابتن والله ما على أسف يعني مو هي شوف عزيزي بيان نعم أكل بعض مثلا نقول احنا من الإعلام أو رياضي يقول لك يا أخي لجنة الانضباط والأمن في الملعب مدى يتخذون أي قرار في السابق احنا نقول نقول دائما نقول آني رجل انضباط واحد كان يحكم هذا الجماهير يتنفس واحد الآن الدروح ونشوفهم والعصر الكهرباء وكذا موبارات الجوية بعدها صار يمكن جبت أحد الرجال الشرطة أو مجموع الرجال الشرطة دا يعتدون مو يعتدون دا يعقبون واحد كذا هذا لو ما أسا ما أعتقد يجون يضربوا وضربوا بشكل أنا نقول لك قوي فشفت في الفضايات حتى برنامج ممكن ما أدر حيزة زكي بالعلام شفت المهم عاتبوا والأخوان لجان الأمن أو رجال الأمن شون يضربوا هذا المشجح أنا إذا ما أردع وشوفوا شيء بين أنت خطأت يا أخي هذا رح يكررها بالعكس أنا أتمنى كنون أخوة أنت جاي شجع يا أخي صفض احتي حتى هسا بلسانك هم احتي بس ما أنت تيجي تضرب إحجار أو تخرب المصاطب يا أخي هاي من المعيب جدا يا أخي لازم يكون هناك أنا يقول لك قوة لو كان هذا فعلا نقول للمشجح عمل هذا الشيء لا يستحق أخويا العقاب أما إذا على شيء بسيط لا والله ما يستحق ما أعتقد أني نحن تدري هسا الآن الإنسان العراقي عنده عاطفة شقد ما يمتلك عصب كذا لكن داخل عاطفة ورحمة فما أعتقد يجاوي ضربه من لا شيء يا أخي يجب أن هناك قلت لك أكو قوة رادية أنت من جين رجال الأمن يجب أن يحاسب على كل مشجع يدخل الملعب سوى الصرف تصرف حتى لا يتتكرر يا أخي ريد نبني هذا الجمهور لازم هاي تنتهي لازم هاي تنتهي كابتن أيضا يا أخي فيوان أنا أتمنى من الأندية والإدارات الجمعية بين يكون هناك دورات ثقافية للرؤساء الروابط والرابطات الأندية هذا الكلام الوردي لا يفيد اليوم مثل ما نطالب لجلة الانضباط واتحاد كرة القدم يكونون أقوياء وشجعان بوجه المسيئين ورادعين بوجه المسيئين نطالب إدارات الأندية أنت كل ذي أن تعرف كابتن الكلام الوردي ما نسوي له دورات تثقيفية ونعلمهم التشجيع المثالي ونشجعهم مع الأسف هذا كل ما يفيد خلينا أقدم لك شكر جزيلا لكابتن القدير حيدر محمود نجم كرة القدم العراقية على تشريفك إنه اليوم باللاعب 12 شكرا لك لسعادة فيانس حبيبي كابتن الله يخليك إلي الشرف وتواجدك يعني بالتأكيد قيمة كبيرة شكرا لك كابتن نشوفكم باشر أصدقائي إلى اللقاء شكرا لك